اجتماع طارئ لما تعرف بخلية الأزمة العراقية العليا لمناقشة تداعيات انتشار فيروس كورونا في إيران بعد تسجيل نحو 25 إصابة في مدينة قم حيث توفي فيها شخصان مصابان بهذا الفيروس فيروس كورونا المستجد بات على مشارف العراق الذي لا يمتلك أي أدوات لمواجهة هذا الفيروس بحسب مصادر الحكومة نفسها وفي مقابل ذلك الخطر الداهم قرر وزير الداخلية ياسين الياسري فتح الحدود العراقية على مصراعها أمام الوافدين الإيرانيين بحسب كتاب صادر من الوزارة يسمح للإيرانيين بالحصول على سمة الدخول إلى العراق من المنافذ الحدودية بشكل مباشر ليس ذلك فحسب بل إن السلطات الحكومية أعادت فتح منفذ زرباطيا الحدودي مع إيران بإعاز من طهران من أجل إدخال الأسلحة والذخيرة الحية واستخدامها في قمع المتظاهرين السلميين بجانب إدخال الأغذية المسرطنة والمواد المخدرة عبر المنفذ إلى محافظة واسط وفق ما أكدت اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين في العراق لا أولوية لحياة العراقي وأمنه وسلامته فلا صوت يعلو فوق صوت التبعية للأجندات الخارجية بالنسبة للأحزاب الحاكمة يقول ناشطون أما بالنسبة لما يتعلق بالإجراءات الصحية والوقائية في مواجهة الفيروس فلا شيء على أرض الواقع سوى الإعلان عن تشكيل اللجان الحكومية لمتابعة الأزمة مثل كل اللجان التي شكلت سابقا وأسفرت عن لا شيء أيضا يطرح العراقيون سؤالا مفاده إذا كانت الصين نفسها وكبريات الدول المتقدمة طبيا لم تكتشف العلاج المناسب لفيروس كورونا فكيف بالعراق الذي يقترب الفيروس منه في ظل تهالك البنى التحتية الصحية في البلاد بسبب الفساد الحكومي المتراكم في هذا القطاع منذ عام 2003 وثلاثة